السلام عليكم ورحمة الله فحص بطارية السيارة مرة واحدة على الأقل كل سنة بيساعدك على تجنب العطل المفاجئ لها بالإضافة أن فحص بطارية السيارة يعتبر أمر بسيط إلى حد ما وما بيحتاجش غير بعض الأدوات الأساسية وقبل ما تقوم بأي شيء مع البطارية فمن الأفضل ارتداء نظرات حماية للعين وإبعاد أي مصدر نار أو لهب أثناء فحص بطارية السيارة زي السجاير ومنتجات التدخين التانية وعموماً فالبطاريات بتنتج غاز هيدروجين سريع الاشتعل بالإضافة أنها بتحتوي على حمض الكابريتي علشان كده بينصح باستخدام جوانتيات أو كفازات اللاتكس علشان تحافظ على إيدك من حمض البطارية وده طبعاً بخلاف البطاريات الجافة لأنها ما بتحتويش على حمض الكابريتي إيه هي طريقة فحص بطارية السيارة؟ إيه هي طريقة فحص بطارية السيارة؟ تحتاج لجهاز المالتميتر الرقمي بدقة 0.5% أو أفضل وتقدر تشتري المالتميتر الرقمي من أي محل إلكترونيات وما بينصحش باستخدام المالتميتر التناظري واللي بيكون بمؤشر الإبرة لأنه غير دقيق بما فيه الكفاية لقياس الإختلافات بالميلي فولت في حالة شحن البطارية أو قياس خارج نظام الشحن ودي خطوات أو طريقة فحص بطارية السيارة باستخدام المالتميتر الرقمي الخطوة الأولى زبط جهاز المالتميتر على 20 فولت وده علشان تفض أو تحصل على قراءة دقيقة لعدد الفولتات الكعربائية اللي تقدر البطارية تنتجها فهتحتاج لزبطه على رقم أعلى من 15 فولت وبالنسبة لمعظم أجهزة الكياس المتعددة في 20 فولت هو الخيار الأقرب لكده ولو ما توفرش خيار 20 فولت على جهاز الكياس الفاس بيك فاختار أقل جهد كهربائي يزيد عن 15 فولت الخطوة الثانية تجميل الأنوار أو الأضواء الأمامية لمدة دقيقتين بما أنك عايز تفض أو تحصل على قراءة دقيقة لجهد البطارية فده معناه أنك لازم تتخلص من أي شحنات متبقية في النظام وكفاية أنك تسيب الأنوار أو الأضواء الأمامية في وضع التشغيل لمدة دقيقتين وإذا كانت البطارية سيئة أو ضعيفة جدا بحيث ما تقدرش تستمر في تشغيل المصابيح أو الكشفات الأمامية لمدة دقيقتين فتقدر تعتبر أن فحص بطارية السيارة فشل ولازم تشحن أو تستبدل البطارية وبعد كده عادت في الأنوار أو الأضواء الأمامية مرة تانية بعد دقيقتين الخطوة الثالثة توصيل أطراف المالتيميتر ببطارية السيارة عادة بيتم تمييز أسلاك المالتيميتر باللونين الأحمر الموجب والأسود السالب هتقوم بتوصيل طرف السلك الأحمر بالطرف الموجب بالبطارية وطرف السلك الأسود بالطرف السالب الخطوة الرابعة التأكد من الجهد على جهاز الكياس أو المالتيميتر اتأكد أو تحقق من أن القراءة على جهاز الكياس أو المالتيميتر حوالي 12.6 فولت حتى بعد تشغيل المصابيح أو الكشفات الأمامية لمدة دقيقتين وإذا كانت القراءة أقل من كده فالبطارية مشهونة بشكل غير كافي أما إذا كانت أعلى من كده بنسبة بسيطة فده أمر طبيعي الخطوة الخامسة تشغيل المحرك علشان تشوف إذا كان الجهد هينخفض لأقل من 9.6 فولت خليك قريب من المحرك وامسك أو حط جهاز الكياس أو المالتيميتر بطريقة تقدر من خلالها تشوف الجهد أثناء تشغيل المحرك وممكن تحتاج حد يساعدك في الخطوة دي وعند تشغيل السيارة هتنخفض قراءة الجهد على جهاز الكياس أو المالتيميتر ولكن لازم ما تنخفضش لأقل من 9.6 فولت وإذا انخفضت قراءة الجهد لأقل من 9.6 فولت عند بدء تشغيل السيارة فكده أنت هتحتاج لاستبدال البطارية قريب وبعد انخفاض الجهد لسواني هترجع ترتفع قراءة الجهد مرة تانية الخطوة السادسة متابعة جهاز الكياس لمدة 20 سنية علشان تتأكد من ارتفاع الكراءة لما يبدأ المحرك في العمل لازم يبدأ دينامو السيارة في شحن البطارية ولازم توصل قراءة الجهد لنتاك 14 فولت ولو ده ما حصلش فده معناه ان الدينامو ما بيشحنش البطارية بشكل مناسب وإذا كان دينامو السيارة بينتك طيار لشحن البطارية ولكنه غير عالي بما فيه الكفاية فهتفرغ البطارية في النهاية ومع الوقت ممكن يقدي ضعف الدينامو لإتلاف بطارية سيارتك الخطوة السابعة والأخيرة تشغيل الأنوار أو الأضواء الأمامية مع توصيل جهاز الكياس أو المالتيميتر وتشغيل المحرك لو كانت قراءة جهاز الكياس أو المالتيميتر جيدة أثناء تشغيل السيارة فابدأ بإضافة حمولة متزايدة عن طريق تشغيل المصابيح أو الكشفات الأمامية ولازم تكون قراءة الجهد أعلى من 12.6 فولت علشان تحافظ على البطارية ولو ما قدرتش السيارة تتحمل الحمل الزايد لحاجات إضافية زي المصابيح أو الكشفات الأمامية فهتحتاج لاستبدال البطارية ولازم تختبر أو تفحص دينامو السيارة في نهاية حلقتنا نكون نتكلمنا وضحنا أكثر المعلومات الضرورية عن طريقة فحص بطارية السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتحدد إمتى هتحتاج لاستبدالها شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله